شهدنا هجمات بشعة ومروعة نفذتها إسرائيل ضد قطاع غزة وبينما تقوم الدول الغربية بتجاهل واضح للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وتصنفها كجرائم حرب يعبر الرئيس التركي والشعب التركي عن رفض قاطع لهذه الهجمات ويبعثون برسالة واضحة للعالم تقف تركيا بقوة إلى جانب المظلومين من خلال دورها كضامن لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالنزاعات والأزمات الإنسانية في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى بينما تسعى الدول الغربية للتقليل من أهمية هجمات إسرائيل والتي تعتبر جرائم حرب واضحة تعتبر تركيا نفسها مسؤولة عن مواجهة هذا الظلم بروح الدولة والشعب والرئيس رجل طيب اردوغان يواصل الكشف عن الحقائق والصراحة في مواجهة التخاذل الذي يظهر من بعض زعماء الدول ترجمة نانسي قنقر